بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم محمد مرعب يحييكم من مان جمار والنهاردة معدنا مع حالة جديدة من حلقات مدرسة الفوتوشاب لسا مكملين مع Layers Fict خليه نفتح الفوتوشاب وخلينا اروح الاول على الانترنت بحيث مثلا ان انا جيبي صورة معينة اقول له مثلا اميجيس او اختري اميجيس من هنا ويخلين اقول له مثلا هات رود مثلا او رود اخد طريق مثلا واخلي لارجي مثلا واخد مثلا زي الصورة ديت او الصورة دي او الصورة ديت اقول له مثلا copy اميج او اخر اعمل command او control M اقول له O key και command V او control V وبعدين مثلا دي اخدونا نخذ فيا ديت مايا مثلا او ocean او sea مثلا sea waves ا sea waves او لاؤلكون مثلا او خلينا واوشان مثلا واوشان ووشن ويفس هل ياخد صورة مثلا زي خلي نجيب مثلا صورة نكون معولة شوية نرجع تاني ناخد صورة مثلا ايات خلي ناخد صورة مثلا خلي ناخد صورة مثلا بعد مرات كريك نقوم بقبل كماند V أو كنترول V ويكبرها كده هوت ومثلا اخليها مثلا اديها مثلا نون شوية كالورايز اوكي وبخليها تحت مثلا يبع عندي اللير اللي فوق ده هوت اللي هي الصورة ديت وفي عندي تحته اللير اللي هو اللي هو الموك ده هوت لو انا عملت دابل كليك على اللير اللي فوق ده هوت ملاقي فيه حاجه هنا تحت خالص الجزء اللي أخيف ده هوت حاجه مكتوب بلند if this layer this layer اللي هو اللير اللي انت واقف عليه ده هوت underlying layer اللي هو اللي تحت ده هوت يعني بس خلينا نقول حاجه قبل ما استمر في الشرحة الجزء ده هوت بالذات ناديرا جدا لما لما تستعمله الواحد ولازم تستعمل معه حاجه اسمه ماسك لانه أنا بصراحة مع شغل الكتير على الفوتوشوب متهاية لما استعملت ما استعملتش ده مرة ومرتين لان غالبيا الأفكت اللي انت هتعمله بده هوت بأكتر من طريقة وبالذات الماسك واسهل واسرع انما بما ان ده موجود هنا جايز مثلا انت قابلك حاجه وسيطه ممكن ده ينفع معها فهنشرحها انما طبعا يعني مش مش هنخش فيها بالتفصيل قوي اللي عايزك تعرفه من blend if وعندك فيه هنا الوان اللي هو الرماضي تمام وهنا عندك this layer بيتعامل مع layer اللي موجود اللي انت عليه هو underline layer اللي هو اللي تحت وعندك فيه slides هنا يمين وشمال تمام؟ بيعمل حاجه اسمه blending بيشيل من layer اللي فوق وده هوت برضه بيشيل من layer زي ما هنشوف دلوقتي عشان بس عشان توضح الصورة اكتر دلوقتي لو انا مثلا الصورة دايات انا عايز اشيل السماء اللي فوق ده هي بحيث اظهر layer اللي تحت تمام؟ حس اشوف ان البحر في الخلفية أو المحيط في الخلفية فانا على نزق this layer ده هوت عايز اشيل ده هوت طبعا ده كله blue الوان blue فانا لو جيت نهوت وطولت له اختار البلو وسحبت ده هوت بالراحة لاحظنا ان بدأ ياخد البلو ها هوت تاني ها هوت تمام؟ بدأ يشيل البلو طبعا لما بعمل كده بيشيل العكس بيشيل العكس البلو انما انا عايز اشيل البلو فبجيب بيشيل العكس البلو بيشيله للشمال شوية اهو بيشيله لو لاحظت مثلا ان هو بدأ يشيل حاجات من هنا من الجنب من هنا شايفين ده؟ ففي الحالة دي طبعا انا لو رجعته بيرجع كله ولو شيلته هشيل كله فالسلايد ده هوت عبارة عن اتنين لو ضغطت مفتاح ALT على لوحة المفاتيح ويسحبت ده هو الورا هيفتحه لك اتنين بص اهو تمام اهو لو لاحظت هنا ان ابدأ يعمله حاجة اسمه زي بلوري كده هوت هو في الاول كده هوت تمام؟ تحس ان فيه هارد هوت هارد اتش يعني انما لو سحبته كده طبعا انا ضغطت ALT شوف بيعمل حاجة اسمه بليندين طبعا ديت البلو ديت انا ممكن ارجحه ورا شوية طبعا اهيه تمام؟ طبعا لو حسيت انها شبكت مع بعضها اضغط ALT تاني واسحبها اهي تمام؟ واسحبها طبعا انا مشلت خالص بشيل لازرة انا اريد لازرة تاني اهو طيب فيه ايه تاني؟ لو انا اريد اشيل شوية من الجري ده هوت فباجه هنا برضه على الجرين مثلا او فيه عند الجرين واشيل جرين اهو طبعا لو شيلت الجرين تحس انه بياخد من هنا هوت طبعا برجع تاني هوت برجع الجرين لو جيت على الريد لو انا عندي مثلا الريد موجود هنا فلو شيلت الريد اهو برضه بيشيل الريد تمام؟ لو جيت على الريد اهو طبعا فين اضغط ALT برضه واسحب ده حيث انه ارجع شوية معلومات وارجع ده مثلا الريد 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 اشوف اهو تمام؟ او اشيله كده تمام؟ ممكن اعمله حاجة اسمها بلندن كأن المية جاية من الارضة وطبعا ممكن اعمله اضغط ALT تمام؟ طبعا زي ما قلت طبعا مستحيل نادير جدا لو الريد اضغط معك لو احس ان فينا حاجات موجودة لو انا طبعا برجع هنا عشان ارجع دهوة طبعا دهوة لازم اعمله نسخة تانية تمام؟ واشيل منها خالص اهو اشيل خالص الـ كويس طبعا في الاول طبعا المفروض تعمل انت للنسخة دهوة لو انت عايز تعملها طبعا ده زيادة وبعدين كده بتعمل ماسك للحاجات دهوة باجي نهوت تمام؟ مثلا بعمل لها ماسك تمام؟ وباجي هنا مثلا بالبراش اضغط حرف P واعمل اكس عشان اجيبه الابيض واعمله دهوة على المنطقة دهوة تمام؟ اهو لو انا عندي مثلا نقط مختفية ارجحها زي ما انا شايفين اهو طبعا لو انتش فاهم المسك ده اهو يعني اكيد فيه حلقات كتيره انا اعمل على المسك واكيد موجوده على الانترنت اهو اهو فلو احس ان فيه ده عملية دمج صورتين مع بعض طبعا يعني الصورة مش واضحة اهو الشكل مش مصبوط قوي انما انا بس احبيت اوضح الصورة احس ان انت تستعمل امت تستعمل البلندنج اوبشن دهوة وزي ما قلت غالبا البلندنج اوبشن دهوة البلندنج اوبشن دهوة نادرا 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 بصراحة ما اشتغلتش معايا خالص جايز مرة او مرتين في حاجة بسيطة انما جايز تشتغل معك انت جايز مثلا تكون انتشغل على حاجة معينة تمشي معاها انما تجربها وتشوف اهو اعتقد ده كان كل حاجة في الويندو بتاع ليرستايل اشوفكم في الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة